الازمة اللى موجودة دلوقت مبين المنتخب المنتخب الولومبي بخصوص اللاعيبة انت لو لو مسؤول مثلا ف النادي الاهل او برميد هتت نفس القصة مابتعملش الصالح دولة بتعمل لحساب نادي ما هو دل انا بتكلم فيه طب ات بتكلم برضو النادي الاهل عايز ياخد دولي بس بس انا مصر انا داع حالعب باسمه مصر انا خذ لك ايه مش في الاجندة على فكرة بس انا عرف انها مش في الاجندة بس انا في الاول وفي الاخر ابراهيم انا بلعب باسمه مصر. انا شاكل ايه في الاولمبياد? اه مش احنا بنجي نحاسب. لأ هو احنا مش بنجي نحاسب ناس. طيب انت بتحاسبني طب انا عايز لعيبة انت بترفض الدهالي. يعني مصلحة الاندية اللي هو الدوري. اهم من الاولمبياد. خليك اتا معي. برضو خد بالك مهندي برضو بيفكر في مصلحك. هو كامل عيب يا ابراهيم. هو ياخد كامل عيب. من الاهل او من الزمالك او من اي حتة. النادي لا لا يوفى على تترشح. لأ لأ السنة بس. النادي الاهلي يوفى على تلات لعيبة. يعني اللعي. زل الظروفة. لا يعني النادي الاهلي. اللعابة اللي موجودة دي. يوفى على تلات لعيبة. ما خد بالك ما فيه. هو ممكن يكون هو ممكن يكون واحد بس. المهمة اوي اوي اوي. اوي. اه. الشناوي. لان احنا عرفنا ان اه طبعا هيبقى فيه حمزة علاء تقريبا. اه. وهيبقى فيه الشناوي فانت ممكن يبقى فيه جرد مصطفى شبقت دي مشكلة. اه انا معاك. اهو. عشان بقى صريح. لكن معقولة الباقي يا ابراهيم. لا ابراهيم. اه. النادي الاهلي فيه خمسة عشرين لعيب او اكتر. ونادي الزمالك فيه خمسة عشرين او اكتر. وانا على فكرة قلت كده برضو عالزمالك. ماش اه. انت ما بتتكلمش في كم? ما بتتكلمش في ستة سبع لعيبة. انت بتتكلم. سيبك الشناوي قولي اتنين لعيبة. على لا لا لا. زل ضغط المباراة يعنيت زمانك مسلا لو في المنافسة وموجود. بردو ضغط المباراة بردو. يا ابراهيم. ما انت حالة اللاعي اللي عندك مش. انا ماليش ده. لأ يا ابراهيم. وانا بقول انا بقول حالة النادي الاهلي مش في حالته. دي مش بتاعت منتخب. انت بتتكلم في العدد. تمام? هل انا دلوقت بقى اي التلاتين. انت بتطلب ان احنا الاية التلاتين لعيب. صح? ليه? عشان يبقى عندك لعيبة وعندك سكواتو. بعدين ما عليش اي حد بيلبس شرط الناد الاهلي او اي حد يلبس شرط الناد الزمالك. فهو من ضمن المنظومة ما ينفعش تقول على ليه لعيب لا يصلح. لانك لو قلت لا يصلح دعيبك انت. سواء اهلي او زمالك. صح? يبقى انت النهاردة اي لعيب يلعب. هو احنا النهاردة مش بنقول الزمالك بمن حضر. الزمالك بمن حضر والاهلي بمن حضر. معلش يا مشكلة. وفي لعيبة في الاهلي برضو بعيدة عن مستوىها مسلا يعني. ما دي ما ديش دعوة. بس في لعيبة موجودة بعيدة عن مستوى هو يرجع مستوىها. انت عايز مين يروح من اللعيب سواء في الاهلي وفي الزمالك يروح مع المنتخب الولمبي. لا مش بتاعتي مع مع عادي. عادي مش اه اصلي مش اه بترشح مين عادي. انا حسب المراكز اللي هو محتاجها. انت يعني اه 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 يعني لزيادة قوة المنتخب الولمبي. مين ترشح? يعني هجيت في وقت عفكرة من حوالي كم سنة كان بيسألوني اول واحد اتكلمت عليه كان الوينش. وساعتها روح. ما هي بص بتتحسب. انت كان كلام عادي. حسب العمود الفقر بتاع الفرقة. اللي هو مساك. مين اللي يتقل المنتخب الولمبي. راس حربة. يعني اقول لي. ما انت ما عندكش. لو عندك راس حربة يا بابا مصطفى محمد. مينش ادي واحد. لو عندك واحد في نص الملعب هتاخد ممكن تاخد آآ مراوان اعطي. مراوان اعطي. تمام ادي اتنين. واحد اه في المساكينة تاخد محمد عب نعم. محمد عب نعم. ادي تلتة. عمود. واحد يقول لك محمد صلاح ممكن تاخد برضو محمد صلاح قيمة كبيرة جدا. غالبا مش هيبقى صعب. انا باتكلم كمان على عمود يعني ايه. انت عارف زمان كان يقول لك ايه. ملبرو نص ملعب. ملعب. صح. هما دول العمود الفقر بتاع الفرقة.